والروح لأسرة الفتتين المسيحيتين كريستين ونانسي واللي قاموا بالتعاون مع الاتحاد المصري لحقوه الإنسان ونظموا النهاردة وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوه الإنسان قال نحن نطالب بتسليم الفتتين إلى أسرتي هما تسليم الفتتين إلى أسرتي هما لأنه لا يجوز ولا يعتد بإسلامهما لأنهما قاصرتين وطالب جبرائيل إما بتسليمهم لأسرتهم أو إدعهم إحدى دور الرعاية أو الجمعيات الخيرية المسيحية باعتبار أن إدعهم في إحدى دور الرعاية الإسلامية معناه إشهار إسلامهم وحذروا من وقوع فتنة طائفية جديدة لا تحتملها مصر طيب بينضم ليه على التليفون الشيخ أبو حسام الطرفاوي شيخ أبو حسام أهلا وسهلا بيك أهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيد أليل حضرتك واحد من زعماء السلافيين في الصعيد ده حييي؟ لا أنا رجل عادي رجل عادي ماشي طيب قولي عندي الناس وعندي حياة بعض التساؤلات الإسلام حدد سن معينة لإسلام شخص أولا بعد الحمد بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على شان نتكلم في الموضوع كده على عجلة سريعا تفضل لابد من وضع مبادئ معينة أي أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بدين الإسلام هذا الدين كان من المبدأ الأساس فيه هو أن لا يقراها في الدين أي أن لا يكره أحدا على الدخول فيه وإنما بالدعوة إليه وإلى محسن الإسلام فلا يوجد في شرع الإسلام شيء اسمه إكره على الدين الأمر الثاني هو أن ولادة الإنسان نفسه في الإسلام أن الإنسان يولد على الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة قال العلماء الفطرة هنا هي الإسلام إلى أن يبلغ سن البلوغ سن البلوغ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع القلم عن ثلاث أي منها وعن الصدي حتى يحتلم المقصود به يرفع القلم عنه أنه لا يؤخذ بجرائمه يعني لا يعاقب على جرائمه معاقبة البالغ الكبير وإنما إذا ارتكب جرائم في هذا السن وهو سن قبل البلوغي يبتكب جرائم يحاسبه القانون أو يحاسبه القانون الإسلامي محاسبة تأبيبية وليس جنائية أما قضية سن البلوغ حدده العلماء ما بين أو الأساس في سن البلوغ هو أن يحتلم الصدي أو تحيض البنت فإذا حاضط البنت فقد بلغت وإذا احتلم الصدي فقد بلغ لكن اختلف العلماء في تحديد السن فعامة الفقهاء جالوا أن 15 عاما 15 سنة هو تحديد سن البلوغ إلا في مذهب الأحناف حدده بـ 18 سنة والمشهور من مذهب المالكية المقصود بسن البلوغ هو المعاقبة على الجرائم على ما يرتكبه من الجرائم لو أن الطفل المميز بعد سبع سنوات فعل فعلا في صالحه أو في صالح بلده أو في صالح أهله هل يعاقب على ذلك أم يجازع على هذا الفعل ويشجع على هذا الفعل بطبيعة الحال يشجع على هذا الفعل لأنه إذا لم يفعل فعلا فيه ضررا علي نفسه ولا على المجتمع فلا يعاقب عليه أي لا يعاقب على ذلك فبالنسبة للإسلام هذا نفع له بالنسبة للإسلام نفع له فلو دخل دين الإسلام هو في الأصل مسلم عند الإسلام إذا لم يبلغ سن البلوغ إذا لم يبلغ سن البلوغ في الأصل أنه مسلم فإذا كان هنا بعد عشر سنوات أو بعد سبع سنوات وهو مميز ويدرك وأعلق إسلامه ودخل في دين الله طواعية لا كرها من أحد فهنا لا يجوز لأحد هم عندهم كريستين وننسى عندهم قد إيه لا عرفت أن كريستين وننسى واحدة 16 سنة واحدة أقل 15 سنة تقريبا يعني بلغوا سن البلوغ 16 سنة يعني في سن القانون الشرعي حوالي 17 سنة وهم دخلوا طائعين مختارين بدون أي ضغوط بدون أي حاجة على حسب ما ظهر في الفيديو اللي هو تكلموا فيه بالنسبة للذار في التحرير والفيديو اللي ظهر على يوتيوب أنهم دخلوا الإسلام طواعية دون كرها من أحد حتى أنهم راحوا بمفردهم يعني ما فيش حد كان معاهم خالص وكانوا بيستغيثوا مبدأ آخر في الإسلام علشان نبين القضية وهو مبدأ الإجارة الله تبارك وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجاركة فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأملة فهنا يجب على المسلم طبعا الحكومة حكومة مسلمة فيجب عليها حماية الفتاتين الحكومة فوق أنها مسلمة هي حكومة مصرية لكل المصريين الحكومة المسلمة لكل الناس مسلمين أو غير مسلمين وبرضو مش عايزة أخش معك في حكاية جدل الأية تتحدث عن المشركين وليست عن أهل الكتاب لا ما هو في المبدأ العام أن أهل الكتاب مشركين في المبدأ العام عشان نكون صرحاء في المبدأ العام أن أهل الكتاب من المشركين لكن خصة عن المشركين بمعاملات غير المشركين بمعاملة طيبة اللي هي الزواج منهم حل طعامهم حل ذبيحتهم المعاملة بالبر والإحسان والإقطاط وغير ذلك كل ذلك موجود في أهل الكتاب نحن نعملهم معاملة البر والإحسان يختلف عن المشركين الأصليين فهنا القضية قضية الفتاتين سن البلوغ حتى أن بعض أهل العلم مثل الشيخ عبد مجيد سليم الشيخ الأظهر السابقا يعني قال لو سن البلو سبع سنوات بعد سبع سنوات لو أسلم لو أعلن إسلامه طواعية فهذا يعتبر مسلم عندي لك أسئلة تانية ولكن حابب حضرتك تنتظر معي على تلفون لو سمحت لو تكرمت بينضم لي على تلفون الأستاذ نجيب جبرايل أستاذ نجيب أهلا وسهلا بي إزاي حضرتك أم أنت جاي بواحد ده شاتمنا وإحنا مشركين وإحنا كفار وحكومة مسلمة جايب ده واحد أشيشتنا لا إطلاقا أنت عارفني يا أستاذ نجيب أعلمش ما أقول الكلام ده أقولك بهم مشركين إزاي إحنا أهل الكتاب وإزاي يكونوا مشركين أنا عادي أفهم وإزاي القرآن يتجربنا أكثر الناس أمودة لذين أمارا لذين أقارو أنا شفاهم إنا نصارى إزاي مشركين وإزاي أهل الكتاب يا أخي فاضل الموضوع في كريستين وإنانسي ليس موضوعا دينيا على الإطلاق وإنما نحن بصدد قضية اختفاء بنتين قاصرتين يمكن أن يكون مسلمتين أو ممكن أن يكون مسيحيتين والنيابة تعاملت مع هذه القضية بعيدة تماما عن أنها هي الدينية إطلاقا دول بنات اختفوا كان بيحبوا عيال تكتكوا لا معرفش بطوحين واختفوا لمدن 16 يوم ثم ظاهروا في القاهرة أنا كنت النواردة مع النبي العام ثم ظاهروا في القاهرة وبعدين تبين أن هناك علاقة حب بين الطرفين لا علاقة لهم بالإسلام ولا غير الإسلام ولا بالمسيحية ولا حاجة خارج وبعدين تماما هم الولدين البنتين خيفيد من أهلهم من يرجعهم إنها بإددت قرار تبقى لقانون الطفل إن تسلمهم لإستضافة في لجنة تسمى لجنة حماية الطفل يومين 3-4-5 سار أي أن كان الأمر وإددت قرار لمحاولة التوفيق أو لمساعدة التوفيق بينهم وبين أهلهم هذا الموضوع لا يتعلق نحن لسه لسه ما خلصناش من الموضوع الكامل هذا الموضوع تاني هذا اللي بنقوله هذا اللي بنقوله يا أستاذ نجيب نحن بنحافظ على مصر يا أخوانا لأنه واحد يقول مشركين وبدأ بنحافظ على مصر هذا الكتاب مشركين وحقومة إسلامية إذا كان الأظهر الشريف المحترم بقول الإسلام إحنا مش دولة دي في إطلاقا بقول إن إحنا إذا كاننا دولة مدنية لكن لنا مرجعية دينا فيش مشاكل بيحترم إحنا الإسلام ونحترم المادة التانية ونحترم كل حاجة والإسلام بيحترم المسيحية كمان يا أستاذ نجيب والإسلام بيحترم المسيحية أيام احترام يا أستاذ نجيب أيبك ما تقوليش مش مشركين عيب عيب الكلام ده عيب عندك حق الاتحاءات النيابة مش وزعب أنتو قناة مفتر ما تجيب واحد يشتنى لا إطلاقا 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 رأيه وعندي مبدأ دايما يا أستاذ نجيب بيقول ده هو يتكلم حتى أعرفه وإنت أعتقد عارف ده تماما إليه قناة أنا بحترم كل وعن لو بمتين دورك المسلمين هي تحقات النيابة إحنا كده تلاتين سنة علينا وعنينا زول المؤمن الدولة وزيبت الطين وتعبنا كلنا مسلمين ومسيحين وكنا مقهورين ما ينتعش الكلام ده بدأ المنسين مش فكهوة نقول إحنا مشركين الكل كان مقهور يا أستاذ نجيب ما طبعا أنا معاش الكل كان مقهور مش بس المسيحيين البلد كلها كانت مقهورة انا معك احنا بنلطف الجو نضم بالجراح هل من تلطيف الجو حكاية التهديد بفتنة طائفية جديدة لو حكاية والله ما فيه فتنة ولا حاجة والموضوع انتهى والموضوع انتهى البساطة بيتين بيحبوا عائلة زي ممكن يكون بيتين مسلمين يحبوا عائلة المسيحيين والموضوع انتهى والانه عدنا عادة قويسة والامور هتنتهي وعدش بس هما في الفيديو اللي منتشر في كل حتة ما تكلموش على حكاية الجواز ولم يبدوا مكرهة اقولي حضر الحاجة انا ايش ضمنني الفيديو ده مش ملفق انا ليه الحقائق وليه الاوراق واقبل ساعتك اللي هما واقروا في النيابة بكده النيابة انت طلعت اكيد على تحاية النيابة اقولي ساعتك حاجة احنا بنحتكم لمين بنحتكم الى مؤسسة عريقة نحترمها كلنا العالم كله بيحترم الاصر كل العالم بيحترم الاصر لوسطيته واعتداله وانا نفسي يعني انا بس ارحش غير لما بقابل فضلت لما مبلغ انتو عندنا مشكلة برق صراح واقبل لان الراجل محترم جدا جدا قال ان لا يجوز اشهر الاسلام غير بقى 18 سنة واقبل ساعة اولا يقبل هذا احنا نحترم القانون يا جماعة احنا بلد قانون ومش في بلد احنا مشركين احنا ايران هنا انتو مشركين تلا مينفهش طيب ممكن تستنى معي على التليفون وقتك يسمح تفضل ليبي شكرا جزيلا الشيخ ابو حسام كلمتك زعلت الناس كلها واعتقد انها اعتقد انها تستحق انك تسحبها اول حاجة اقول لك لا حاجة تفضل لابد ان نتكلم انا بشارع شارع وديني قضية ان النصارى او اهل الكتاب مشركين هذه ليست سبب دهم هذا وافع موجود وكلمة انه مشرك او انه كافر لا يمنع من ان اتعامل معه بالبر وبالحتان لا يمنع معه ان اتعامل معه بالعالم لا ملهاش دعوة بدي لا بص الاحكام بس ثانية واحدة يا شيخ ابو حسام انا مش دي قصتي دايما بتدخلوني في قصص انا بتكلم على وقع محدد فجأة تنقلني لحوار ديني ده مش وقته ومش اخش معك في جدل بالله عليك بس يعني انا مش اخش معك في جدل ان ازاي اهل الكتاب ليسوا مشركين ده مش قصتنا ودي مش حقيقة وفي اختلاف ده ومش معنى انك وبعدين دايما الواحد ليس في خلاف ليس في خلاف ازاي برضو يا شيخ ابو ليس في خلاف بين المسلمين عامة ان اهل الكتاب من المشركين انا اتحدى اي انسان على وجه الارض ان يقول ان اهل الكتاب ليس مشركين ده قضية منتهية منها انا كون يعني مثلا عندك البوزي عندك الهندوسي هذا عندي مشرك وعندي كافر لكن هذا لا يمنع اذا كان جاري واذا كان اتعامل معه بالبر يا ابو حسام ربنا قال فيه اديان في اليهودية والمسيحية والاسلام نعم دول اهل دين سبق الاسلام هي كده الحكاية يا اخي الله وطبع ومن يبتغي غير الاسلام دينا ما هشوفتها هتدخلني وربنا قال برضو انه هيحكم بين الناس كلها يوم الايامة يا استاذ معتال يا استاذ معتال لابد ان نبين احكام الشريعة احكام الشريعة ان ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اذا هناك مسلم وهناك غير مسلم غير مسلم ده ايه انا انا كمسلم عند النصراني وعند اليهود وعند البوزي انا مؤمن لا بالطبع يقمنوا بدون المسيحيين انما مطالبين بايه مطالبين ان احنا نحترم بعض ونقدر بعض ولا يصدر مننا ما يسيء لطرف آخر ولا طرف آخر يصدر ده اللي احنا بنسعى إليه مش بتسعى إليه تبقى برضو انتقاء الكلمات يا شيخ أنا بنتقي كلماتي من ديني ببنتقيش كلماتي من بره ديني طيب خليني في الواقعة المحددة وكلمنا على الواقعة المحددة بالله عليك عشان الرجل معي على الخط التاني دلوقتي النيابة قررت ايه في هذا الموضوع النيابة النيابة قررت عدم تسليم الفتاتين قررت عدم عدم التسليم ده تمعتم ده رعاية الحقوق الطفل أنا لما أجل أتكلم عن طبيعة حرية العقيدة اللي بينادي بها المجتمع مثلا حرية العقيدة ما يدعى كل الناس كل واحد يختار عقيدته ما يختار الناس عقيدته طيب خليك معايا الأستاذ مجيب أنا مش هتمتوش إذا كان هو رجل بتبع حقوق الإنسان ورئيس منظمة حقوق الإنسان في مصر هذا حق للفتاتين دولا أنهما يختاروا عقيدتهم عندهم حرية عقيدة طيب حق إنسان برضو طيب سبحنا في الانتظار أستاذ نجيب قرار النيابة أستاذ معتز فضل أنا بحترم رأيك ودائما أنا بعتز برأيك أنت معتز ونحن نعتز بك ربنا خليك بل سعادتك يعني ليس من المقبول في ميديا وعلى الإعلام كده يقول إن أنا كافر وأنا مش إذا كان أنا كافر أو مش ده بينه بن نفسه وده حاجة يحق بينه بن ربنا لكن يطرحها على الميديا ده مش مقبول نهائي بقى سعادتك هو في كلام ده تقال في قاعة البحث في قاعة الهواء بن نفسه لكن يطرحها على الميديا وعلى 85 مليون وعلى المنبر بتاعكم إن أنا كافر وأنا مش حتى إذا كان أي حد ده غير مقبول نهائي أعتقد يا أستاذ نجيب أعتقد يا أستاذ نجيب حضراك بتستمع للحوار وموقف محطة مصر وموقف المنتمين واضح وأنا حبيت أبروز ده تماما وبأكد على حضرتك إن موقفنا واضح قرار النيابة قرار النيابة كان واضح جدا 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 لم يتعلق من قريب أو من بعيد بمسألة العقيل وإنما كان يطبق قانون الطفل بمعنى أنه كان يحمي الطفل بمعنى آخر إنه شكل لجنة تبقى لقانون الطفل تسمى لجنة حماية الطفل هذه اللجنة تعود مع الأطفال أو مع الصراحة نسموها الأطفال لكن هم تحت 18 سنة بيسمى الطفل أي بحضور أبويهما أي لمحاولة السعي وإزالة الخلف بينهم من بعض ولله إذن لكن لا تتعلق ولا تناقش الأديان ولا تناقش العقائد إنه ليس مهمتها ولا أن القانون الطفل ما نصش على إنه في حالة كذا وبكذا دي مسألة بعيدة تماما عشان الكل يعلم أن هذه المسألة غير متعلقة بالأديان يعني في لجنة جاء تماما بعيد عن الأديان نهائية جميل يعني في لجنة أوكلت لها النيابة بالضبط مهمة متابعة الموضوع بالضبط طيب يبقى إحنا كده مطالبين كمان يا أستاذ نجيب إن إحنا ما نسخنش الدني طبعا ننتظر يعني أنا مع حضرتك آه إنما أنت بتكلمه سمعتز قلت لك مسألة ما لجنة بدي خارط نهاية ممكن عائلين بنتين مسلمين وولدين نسحين يعملوا كده أي إن كان واللجنة دي هي اللي عهد إليها إنها تصل لقرار بالضبط هل يستمروا هل يعودوا هل يوف وأنا بحترم دولة القانون وننتظر كلنا كلمة القانون وأي كلمة حضرتك شفتها إساءة بعتذر لها أنا بصورة شخصية وإنت عارف يا أستاذ نجيب بكل تأكيد إن إحنا نكني الاحترام للجميع ولكني لا أمسك لسان حد وكمان بحترم الشيخ أبو حسام شيخ أبو حسام لسه معايا نعم معاك نعتقد إحنا كلنا لازم ننتظر قرار اللجنة يا فند نعم ننتظر قرار اللجنة بس لازم نخلي بنا نعمل الرحمة نعمل من البر نعمل طيب يا شيخ حسام معلش يعني افتح لسدرك كده يا شيخ أبو حسام الطرفاوي وطلبك بدا كمان إن أنا يعني أنت مثلا جاي أنا والله طيب بالله عليك خلينا في موضوع الفتاتين أنا والله دعيت لكل الأمور دي نعم في بعض المقالات والله دعيت لكل الأمور دي طيب ما أنت دعيت لكل الأمور دي يا رجل ومركبني أوتوبيس من غير سواء لا أنا بتكلف في قضية معينة ما هي دي وقت القضية المعينة يا أبو حسام شيخ أبو حسام الطرفاوي بشكرك شكرا جزيلا وشكرا للأساس نجيب جبرائيل إذن دولة القانون اللي ندينا بها دايما خليونا كلنا ننتظر كلمة القانون ترجمة نانسي قنقر